الخبر اول اللي عدنا عن تهجم المتابعين على نورستار في نورستار زيست عليها سببها بلين استجرام هذا البوست وهذا البوست اللي كان به هذي الصورة فاني يكون الكومنتات اللي اجت هي كان يتهجمون عليه من جمهو النارين بيوتي واللي قاعدين يتمدخلوا عليه ويسبوها طبعا اثم يتعرفوا المشكلة اللي صارت بينها بين نارين بيوتي وهذه الصورة يا حباب قدامكم اكتبوني يا حباب بالكومنتات هل ستتحقظ التنمور للتعرضات له من جمهو النارين بيوتي او لا الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجأات اليوتيوبر فاول اليوتيوب على العدن هو جادو فراب وفضيحة الانس الشايب فيديوهات ومقاطع زي 18 جادو فراب نزل مقطع القناة باليوتيوب وفضح بي انس الشايب فضل الفيديوهات هو بدون ملابس اكتبوني رابط مقطع بالوصف روحوا كلكم تشوفوا المقطع ما ده ان تعتبروا بالكومنتات هل ستصدف من اللي شفتو او لا جلت تتوقعون هذا الشي اما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهو طارق الباشو ومملكة القصص والفيديو كليب بالناري او الديستراك اللي رح ينزلكم باجر الساعة بالاربعة على القناة الاساسية حيطير نص اليوتيوبر ولكن هذه المرة يجب ان تعدوني ان توصوهم الكومنتات مئة الف كومنت بأقل من ساعة وراح تكون طبعا هي ختمية رمضان لنباب رمضان ما رح نزل لغاية الخبر الثالث اللي عد على المتابعين وكشوفهم الحقيقة نور ستارو فالاسم هيلة تيفي ويا رمار مل كومنتات اللي عدها اما نسأل سبب في صراحة المادر ولكن ممكن عادها مشكلة قديمة ويا هيلة تيفي ممكن نفس الشيوية يا رمار اما بالنسبة لي دليل ان اتخلق مقطع نزلت ونزل بيعت تلقات ونكتب اسمه يا رمار روح هي للاي تيفي بعد روح لحلك المتلحة تثونا ومتعف التعليق وتعليق لاشخاص العرق وراي ما معرفهم زين روح غير للسبب عم نشوف اللي التعليق ونزل بيعت تلقات ونحن على كلمة تلحة ثونا روح نشوف اللي التعليق المظهر ولما تعلق ذو اشخاص ثانيا ظهر فاكتبونا حباب بالكومنتات شركوا بحركة اخباه الاسم يا رمار و هيلة تيفي من الكومنتات لعدها الخبر الرابع اللي عدنا على احمد النشيط ووصوب قناته باليوتيوب للتسعمائة الف متابع فان شاء الله الف مبروك ما بقى شي على المليون قريبا ان شاء الله فلتسوصي حبابي بالنسبة كلها بالكومنتات على هذا الانجاز الخبر الخامس اللي عدنا على انا سواء صالة بروندر الملابس اللي يسووه باسمهم هم انزووا شوية تستورات يقولون انهم سوف تحون بيث مباشر وبهذا بيث المباشر رح يوزعون بي شوية من مهدومهم وطبعنا محاليا بالبيث مباشر باعوا كل النسخ ماليتم طبعنا هي الهدوم اللي يباعوها رجالت بيثموها رحطوكم باليثوريات شوفوها وطبعنا خلاصة البيث قلت انا صالة لألنا كلاياتنا الساعة 8 ونص هنكون ببث مباشر بتوقيت السعودية فأتأكدوا انكم تكونوا موجودين هنعطي هناك 10 تي شرتات للكن وكمان في جواء الثانية على الساعة 11 الساعة عفوا تسعة بتوقيت السعودية ويصلوا الى المقطع حباي بمقطع جادة وفراب لحتكم يا بلوصف روح شوفو شوف رضا احناك وبس جاكم في زي مقتمك القصص ومع السلامة